ثلاث اهدافه زي ما حصل قدام اليونايتد ولكن كل اللاعبين بتضيع ولكن لسه ليفربول عنده قبل بقى ما يروح يلعب مع ريال مدريد في دور الابطال او عنده دور الابطال امام ريال مبارا صعبة جدا ممكن يفاجئنا ويعمل طفرة زي امام المان يونايتد ولان مدريد صعب تكسبه او مستحيل تكسبه في البرنابية وتعمل عليه المنتدى عنده بقى مباراة مع مين مع مانشستر سيتي واحد ابريل كل سنة والطيبين يعني هيكون ده تقريبا في شهر رمضان الكريم هيلاعب ليفربول السيتي زمان او من موسمين كان ليفربول والسيتي ده كلاسكو لكن حاليا السيتي في حتة ولكن بما ان ليفربول هو فريق طفرات فممكن نلاقيه زي ما تكسب اليونايتد سبعة يقدر يكسب المان سيتي سبعة ويدخل تاني في المنافسة عنده بقى سيتي تشيلسي ارسنال تلات مباريات صعبة جدا على العملاق الانجليزي عشان يحاول يوصل للمركز الرابع ويلعب دور ابطال الموسم اللي جاي موسم سيء للغربول بعض النتائج الكويسة في الموسم السيء ده ولكن تقريبا كده هيخرج خالي الوقفات بدون بطولات ولكن عليه ان هو يصلح اموره في مواجهة او في استعادة المركز الرابع والسعود لدوري الابطال او ضمان مركز مؤاهل لدوري ابطال اوروبا خلينا بقى نروح للليجة اللي برضو مشتعلة خدوا بالكم برشلونة عنده قضية مهمة جدا القضية دي بيقول ان هو ممكن يخصمه نقاط من برشلونة وده ممكن يرجع الدوري لنقطة الصفر فريال مدريد قال لك ايه لا ده نكسب بقى كل مبارياتي عشان احط برشلونة في ضغط فالنهاردة جميع تفاجأ ان ريال مدريد متأخر من اسبانيول واسبانيول طبعا هو الفريق الصغير او الفريق الكتالوني ولكن الاقل شعبية من برشلونة في مدينة كتالونيا كان خسرا واحد صفر ولكن شخصية ريال مدريد استعادها بقى ريال مدريد وكل ما بيقرب دوري الابطال تريال مدريد بيعمل للشخصية المخيفة فقدر النهاردة ريال مدريد يقلب تأخره من واحد صفر لفوز بسلسية تنوب على تسجيلها فينيسيوس جونيور وميلتا وجاء سينسو اللي فيه كلام ان هو معروض على برشلونة ولكن ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة لست نقاط لسه صراع الليجة كبير لسه الليجة مكملة معانا في الفترة القادمة في صراع ممتد بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في صراع مين يستعيد لقب الدوري الاسباني هل تدخل القضايا والتحكيم في الموضوع ويحكمه بخصم نقاط من برشلونة زي ما حصل من اليوفي او ما حصل مع اليوفي في الدوري الايطالي وسهل الدوري يرجع لنقطة الصف ولا يستمر برشلونة في سعيه ليسترجاع لقب الليجة الغائب منذو الفين وتسعتاشر عن خزين ولولنا رأيكم وانتو شايفين مين هيكون بطل الدوري الاسباني الموسم ده ريال مديد ولا برشلونة وكمان ولولنا رأيكم هل ليفربول قادر على مفاجأة الجميع وعمل منتادة قوية في السنتياج وبرنابي واكسار ريال مدريد وهل يستعيد ليفربول توازنه بضمان مركز مؤهل لدورة ابطال اوروبا في الموسم القادم احتلال يعني احد المراكز المقدمة رباعي المقدمة في البريمير ليج ولولنا برضو مين هيحسم الليجة ومين هيحسم الدوري الانجليزي ونشوفكم في اللايفات واللقاءات تانية جديدة دائما وابدا عبر منصة 24 سعرين اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا